موسيقى موسيقى أحيا طيبة مشاهدين الكرام لكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع هياكم الله موسيقى إذن مشاهدين الكرام نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث بدأت السعودية مطلع هذا الأسبوع أرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال وذلك في قاعة مؤقتة للعروض السينمائية بعد أن تم رفع حظر على دور سينما استمر 35 عام ومن الممكن أن يبدأ افتتاح دور العرض في شهر مارس من عام في آذار المقبل في إطار حملة شهدت المملكة فيها خلال العام الحالي فتح أبواب أو الأبواب أمام الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية بالإضافة إلى السماح للنساء بقيادة السيارات إذن مشاهدينا من المملكة العربية السعودية إلى دبي حيث تم افتتاح في دبي فعاليات الدورة العشرين لمعرض أنترسيك للأمن والسلامة اليوم وهو أبرز معرض تجاري للصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في العالم ويشارك في المعرض أكثر من 1300 عارض من 59 دولة في مركز دبي الدولي المؤتمرات والمعارض وذلك بزيادة ونسبتها 5% مقارنة بالدورة السابقة يقدم المعرض أكثر من 5000 علامة على مستوى أقسامه السبع وهي الأمن التجاري الحرائق الإنقاذ السلامة والصحة الأمن الداخلي والشرطة الأمن المعلوماتي والأمن الإلكتروني الأمن المدني والمحيطي البيوت الذكية وأتمتة المباني أهلا وسهلا بالدورة النسخة العشرين لمعرض انترسيك المعرض الأكبر لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة طبعا هذا العام لدينا مشاركة من قبل 1337 عارض من 59 دولة من دول العالم في عنا نمو بنسبة 5% عنا العام الماضي بما يتعلق بالمساحة بالإضافة لهذا العام عنا مثل كل عام مشاركة دولية واسعة عنا 15 جناح دولي مشاركين في دورة هذا العام هلأ يقام المعرض على مدى ثلاث أيام 21-22-23 من هذا الشهر في مركز دبي التجاري الدولي للمعرض والمؤتمرات الجديد هذا العام هو طبعا نحن عنا كل عام في عنا فعاليات تقام على هامش المعرض الجديد هذا العام هو عنا الجناح الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى العروض الحية للطائرات بدون طيار والتي تقام خلال اليوم الأول بالإضافة إلى مؤتمر الطائرات بدون طيار الذي ترافق مع المعرض بالإضافة إلى مؤتمر ذكاء الصنعي وأمن المعلومات في الشرق الأوسط معرض انترسك 2018 بيثبت جدرته سنة عن سنة وبيثبت أنه هو من الأهم المعرض الموجودة في خلاف السيكوريتي والأمان بتتواجد في المعرض وبنقدم أحدث الحلول في مجال الخدمات الأنية ومجال الحرم الجامعي الأمن وبالنسبة للخدمات الخدمات احنا بتهتم بتحسين السلامة مستويات السلامة العامة وفي نفس الوقت احنا بنقدم الخدمات دي بترتكز على أربع محاور المحور الأساسي زكاء الاصطناعي في عنا برودكتس لهالسيني كمان الانتليجنس عم تتحسن من سنة لسنة في عنا برودكتس العلاقة بالأنتي سالينيشن يعني ممكن نحطها قريبة على المناطق البحرية بدون ما تتعرض لأي أنواع من أنواع الكوروجين أو أنواع التفتت بسبب العوامل المناخية الصعبة وكثير من البرودكتس أكيد والسولوشنز موجودين على ستند مشاهدين المزيد من الملفات من الملفات نفتحها ونتحاور فيها ولكن بعد المصن حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم أو عفوا من برنامجكم الإسبوعي الخليج في إسبوع إذن مشاهدينه في موضوع آخر أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأنذية العربية للسيدات 2018 عن الدول والأنذية المشاركة في نسختها الرابعة التي تستضيفها إمارة الشارقة وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الفترة من الثاني حتى الثاني عشر من فبراير المقبل تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي يبلغ عدد الدول المشاركة في النسخة الرابعة التي تأتي تحت شعار العالم ملعبك شاركونا لحظات الفوز سبعة عشر دولة ويبلغ عدد الأنذية التي أكدت مشاركتها تسعة وستين نادي تتنافس في تسع رياضات ويتوقع ارتفاع عدد الأنذية المشاركة إلى أكثر من ذلك الأسيمة وأن اللجنة المنظمة للدورة لازالت مستمرة في استقبال طلبات المشاركة حتى الآن مشاهدين للتعليق على هذا الموضوع إذن لمعرفة عدد من المعلومات والعديد من المعلومات حول هذه الدورة الحالية معي في الاستوديو الأستاذة هند الحوسني مديرة دورة الألعاب للأنذية العربية للسيدات هلو مسهلة الله يحييكي في برنامج الخليج الله يحييكي حبيبكي مداية حدثينا أو أعطينا نبذة عن دورة ألعاب الأنذية العربية للسيدات بسم الله الرحمن الرحيم بداية أنا أحب أشكر الدعم الأول دائما بسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على دعمها ومتابعة الحديثة لرياضة المرأة في جميع الميادين بداية طبعا نحن في أتم الاستعداد إن شاء الله على استقبال هذا الحدث العظيم الذي تنظمها الإمارة الباسمة إمارة الشارقة كل سنتين وأيضا نحن مستعدين لاستقبال البطلات العربيات حتى يتم تحقيق هدفهم على الإمارة الباسمة ما شاء الله كم عدد الدول والأنذية المشاركة في النسخة الرابعة للدورة؟ طبعا الحاليا وصلت عدد الدول 17 دولة و70 نادي ونحن أيضا حاليا في تسجيل أيضا يعني مستمرين في تسجيل الدول معنا نعم طيب يعني كم هي حد تكون مدة التسجيل؟ نحن حاليا لن نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله رح يكون في نهاية التسجيل طب نقدر بس نعرف الدول اللي سجلت معكم؟ نحن الدول المملكة العربية السعودية الأردن، لبناء، الأردن، سوريا، العراق، صومال تجي؟ الله يحيها، جيبوها جيبوها معنا على الهواء أهلا خليها الله يحميها يا رب طبعا تكيد تحية لك يعني أنا كامرأة فخورة أكيد فيك وفخورة بكل يعني والدة ويعني تكون عندها من شاء الله تبارك الله مهام عديدة سواء في البيت في الأسرة وأكيد يعني طبعا نهيكي عن دورها القيادي ومشاء الله عليك أنت إمرأة قيادية والدليل اليوم موجودك عندنا والصغيرة موجودة معنا في الستوديو بدأت ضحكتها وقاعدت تلعبت بأمها وهي على الهواء عادي ما في مشكلة جيبوها جيبوها محمد خليها خليها تعالي خايفة لا ما علي بس تقعب طيب خلينا شوية نتكلم عن الدورة نركز شوية من الدورة زين طيب كنا نتكلم عن المشاركات والجديد اللي حيكون في النسخة الرابعة لهذه الدورة عدد الدول طبعا نحن عندنا المملكة العربية السعودية العراق الأردن المملكة المغربية الجزائر الإمارات البحرين عمان الكويت صومال إن شاء الله مشاركة عندنا طبعا هذه مشاركة جديدة أيضا راح تكون لجوبوتي إن شاء الله عندنا طيب أكيد تنظم دورة الألعاب الأندية العربية للسعيدات في هذه المنافسة طبعا منافسات هذه المنافسات ستكون في تسع رياضات مختلفة ما هي هذه الرياضات؟ عندك شكرة السلة إن شاء الله كرة الطائرة ألعاب القوة الكراتي المبارزة الرماية القوس والسهم كرة الطاولة والكراتي طبعا نحن في الدورات والنسخات السابقة كانت عندنا ألعاب تقريبا في الدورة في 2016 كانت ثم ألعاب فحاليا إن شاء الله نحن تسع ألعاب بالإضافة إلى لعبة الكراتي هي اللعبة اللي بتكون جديدة إن شاء الله واعتمدوها أولمبيا نعم طيب لما نتكلم عن مثلا رياضات وألعاب يعني أكيد مثلا مثل لعبة الكراتي أكيد يعني هذه السنة حتكون هي أول سنة إن شاء الله ليش اخترتوا للعبة هذه؟ طبعا نحن كل الرياضات مدرجة من الدورات السابقة لكن كانت مش معتمدة عندنا أولمبيا بس في هالسنة اللي في 2016 اعتمدوها في 2017 سوريا اعتمدوها دوليا فعسبتي ضفناها نحن عندنا طيب كيف تتوذع منافسات الأندية بين الدول اللي هي تقريبا عددها 17 هي ومشاركة في فعاليات النسخة الرابعة؟ نحن المنافسات طبعا كانت في النسخة السابقة كنا نسامحين لدولة الإمارات فقط أن تشارك بناديين هالنسخة الجديد فيها سمحنا لكل الدول أن يشاركون عندنا بناديين فعسبتي طلع مجموعة الأندية المشاركة 70 ومجموعة الدولة 17 ما شاء الله تبارك الله طيب كيف تتوذع منافسات الأندية؟ يعني شوفي حين مثلا السعودية شاركت عندي بثلاثة أندية كل دولة حسب البحرين شاركت عندي مثلا بنادي واحد الإمارات نحن عندنا بناديين فكل دولة حسب النوادي اللي كانت مشاركة معنا طيب وش أبرز الشخصيات الرسمية الرياضية والدولية المشاركة في حفل افتتاح الدورة الحالية؟ نحن إن شاء الله بتكون عندنا أبرز الضيوف اللي هي صاحبة السمو الأمير الملكي ريمة بن بندر بن عبد العزيز اللي هي وكيلة تخطيط والتطوير في الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية وأيضا معالي المهندس خالد بن عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من جمهورية مصر العربية وأخيرا طبعا من روسيا الاتحادية صاحبة الندالية الظهبية في أولمبيات ريو في لعبة المبارزة لاعبة اليانا الفيزيليانو ما شاء الله طب فعليا يعني تصنف النسخة الرابعة بأنها هي الأكبر من حيث عدد المشاركة سواء كان الشيء هذا على مستوى اللاعبات أو حتى الأندية أو حتى الدول اللي هتتنافس فيما بينها طبعا هتكون هذا التنافس هيكون على مدى 11 يوم حدثينا شوية عن الجانب هذا طبعا نحن المنافسات إن شاء الله رح تتوزع في 11 يوم وفي تسع منشآت رياضية بذن الله طبعا مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة رح تحتضن إن شاء الله لعبة الكراتي لعبة السلة وكرة الطائرة والرماية 10 متر بالنسبة لصالة سجاية اللي في إمارة الشارقة بيكون فيها لعبة المبارزة نادي الشارقة الرياضي رح تكون فيها بالفرعين الحزانة وسمنان بتكون فيها لعبة كرة الطائرة والكراتي نادي الثقل المعاقين لعبة ألعاب القوة والقوس والسهم كليات التقنية إن شاء الله رح يكون فيها كرة الطاولة ونادي الزيد الثقافي الرياضي لعبة الرماية المسدس 25 متر ما شاء الله تبارك الله تبوشي جديد في النسخة الرابعة للدورة نحن أضفنا في هذه النسخة الرابعة ثلاث كؤوس كأس التميز الرياضي ويمنح للنادي الذي يشارك بأكبر عدد من الألعاب كأس التفوق الذي يمنح للنادي الذي عنده أكثر عدد من الميداليات وكأس اللعب النظيف يمنح للنادي الذي لا عليه أي مخالفات أو أي تنبيهات نعم طب حكي لنا عن أهمية الكؤوس هذه خاصة مثلا ما تكلمي أنت عن نادي يكون شيء اسم الكأس النظيف هذا الكأس النظيف اللعب النظيف اللي ما بيكون فيه لما ما يكون فيه أي مخالفات للأندية ما شو فيه أهميتها للدول أن كل الدول طبعا تشجع تشارك على أساس أنها تحصل على هذا الكأس وما رح يكون عندنا النسخ السابق الحمد لله كان فيه ويد أقل المخالفات وإن شاء الله هالدورة يوم أعلننا عنها نحن كان هدفنا أن ما يكون فيه أي نادي لأي مخالفات وتكون مشاركات عديدة من الدول نعم طب لما نتحدث عن كل شيء عن ألعاب ومشاركات عالمية هذا أندل على شيء هو أكيد بدل على يعني أين وصلت المرأة الإماراتية اليوم في عالم الرياضة وهذا المجال اللي كان فيه يعني الفترة طويلة حكر على الرجال طبعا المشاركات كانت فقط في السابق تقتصر على فئة الرجال لكن ما شاء الله الحين الإمارة الباسمة نشوف ما شاء الله الأنشطة والفعاليات التي تكون فيها كثير طبعا وأبرزها هي الإنجازات الرياضية الحدث الذي يحدث الآن في إمارة الشارقة بالنسبة للإنجازات التي نتكلم فيها عن الرياضة أهم الإنجازات اللي موجودة الحين حاليا إنشاء مؤسسة الشارقة الرياضة المرأة بموجب مرسوم أميري أصدر حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تترأسه قرينة صاحب السمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي هذه هي من أبرز الإنجازات حاليا اللي موجودة في إمارة الشارقة أنا أكيد سعيدة بوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع الأستاذة هندي الحوسني مديرة دورة الألعاب الأندية العربية لسيدات شكرا جزيلا مشكرا ورحمة التمواتي مشاهدين ملفات الخليج في أسبوع مستمرة معكم وليس بعد القاسم حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع اختتمت أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2018 ذلك بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ذلك فضلا عن الإعلان عن مشاريع كبيرة في مجال استدامة التاقة الزميل زكريا نعساني زهر المعرض المرافق لأسبوع الاستدامة في أبوظبي وعاد لنا بهذا التقرير يواصل زوار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 تدفقهم إلى المعرض المصاحب لأسبوع الاستدامة والذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمتابعة آخر ما توصل إليه العلم الحديث في تكنولوجيا الطاقة المستدامة والوقوف على كل ما يقدمه نحو ستمائة شركة وجهة حكومية من دولة الإمارات وأربعين دولة حول العالم من المشاركين في المعرض شركات إماراتية أبهرت الزائرين بأفكارها وما تخطط له من أجل مستقبل الأجيال في تحول يتماشى مع سياسة الدولة في التحول الذكي والتوجه المتفق عليه من أجل استدامة الطاقة بدلا من الاعتماد على موارد الطاقة الأحفورية الدولة لها توجه واضح في مجال الاستدامة من خلال تركيز على مشاريع الطاقة المتجددة وبناء طبعا مدينة مصدر التي تعتبر من أكثر مدن العالم استدامة واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوجيها في مجال الطاقة المتجددة شركات كبرى عرضت حلول مبتكرة تستشرف فيها مستقبل المدن الذكية واستدامة الطاقة إلى جانب عشرات المبادرات التي تتطلع إلى تحول إماراتيا وعالمي في هذا المجال أهمية المعرض تكمن في أن المناقشة والتحديات التي تواجه العالم في المستقبل عن الاستدامة الاستدامة أنه كيف نخلي الموارد مالنا بنفس الموارد ونقدر نعيش فيها فترة أطول ونظل معنا نفس الموارد ونطلع منها إنتاج أكثر تعزيز التفكير والتطوير التعاوني لتسريع الحلول الضرورية لدعم النمو الاقتصادي والسكاني السريع كانت حاضرة في الحلول الحكومية التي قدمتها مؤسسات إماراتية لتؤكد سيرها على النهج الذي رسمته الدولة من أجل طاقة مستدامة تضمن مستقبل الأجيال القادمة بالنسبة لمستقبل الاستدامة في توجه الدولة نحو المشاريع الخضراء نحو الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من نحو تشجيع المشاريع المستدامة أسبوع أبو ظبي للإستدامة يأتي مجدداً هذا العام ليدعم الحلول المتكرة للطاقة المتجددة ويؤكد على أن دولة الإمارات لا تزال سباقة في المبادرات العالمية ليس في استدامة الطاقة فحسب بل في كل المجالات المتقدمة مشاهدنا التحليق على هذا الموضوع معي هنا في استوديو الدكتور علي العمودي مستشار في التنمية المستدامة وهو سوف يتحدث أكثر حول أسبوع أبو ظبي للإستدامة وأهمية هذه الفعالية هلو مسهل دكتور الله يحييك نورتنا اليوم الله ينور بحياتكم ومساكم الله والخير ومساء الخير الجميع المستمعين طبعاً في هذا اليوم الملتقى الجميل اللي من خلال القناة الآن حقيقة نبت رسالة لكل الناس المهتمين في قضايا الطاقة الجديدة وقضايا التنمية المستدامة الله يحييك دكتور بداية حدثنا عن أهمية فعاليات هذا الأسبوع الذي شاركت فيه نحو 850 شركة نعم حقيقة نقدر نقول أن شهدت أبو ظبي في الفترة من 13 إلى 18 يناير عرص عالمي فيما يسمى في الطاقة المتجددة والسعيل نحو تقليل انبعاثة الكاربون المستوى العالمي بدأت تولاً باجتماعات الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة اللي هي أرينا وهذه طبعاً أرينا فخر لدولة الإمارات استضافتها من ضم دول العالم كلها هي الوكالة الدولية المعنية بهذا الأمر فكان اجتماعهم 13 و14 يناير ومن 15 إلى 18 كانت أسبوع عبو ظبي الاستدامة الحقيقة المحفل العالمي الآن ينحى هذا المنحة أن دول العالم كلها وضعت استراتيجياتها واستشراف المستقبل للتحولات التحولات المتقولين الاقتصادية ونحو الأخضر أو الاقتصاد الأخضر فبدأت تتوجهات كل دول العالم بما فيها دولة الإمارات بوضع استراتيجيات ورؤية للمستقبل 20-30 20-30 هي الحد زي ما يقولون أو السقف اللي وضع مؤتمر باريس للأمم المتحدة في باريس كانت وخرجوا بإعلان أهداف التنمية المستدامة هما 17 هدف فهذه الفعاليات التي نسمع عنها عن الاستدامة تقي تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة والهدف السابع من 17 هدف هو يعني بالطاقة المتجددة نعم طيب لاحظ فعلا دكتور توجه خليجي كبير نحو الاستدامة برأيك ما هي أهمية هذا الاهتمام وهل أتى متأخرا أم هو يأتي الآن في وقتنا محدد نعم لا الحقيقة يعني لم يأتي متأخرا وهو المثل يقول لك أول نعرف أن أن تأتي متأخرا أفضل أن لا أن لا تأتي أو أن لا تصل فنحن قطعنا خاصة في دولة الإمارات مساعي كبيرة لأن الفقر أن 2008 كان إعلان سيدي صاحب السمه الشيخ محمد بن الزايد بإعلان بناء أو وجود مدينة مصدر التي هي مدينة خالية من الكاربون أو المدينة التي يكون فيها قليل الكاربون عندما يستكمل بناءها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مشروع عالمي وهو مشروع الطاقة الشمسية في دبي مشروع الشمس واحد وشمس اثنين في أبوظبي هذه مشروع الطاقة الشمسية هذه مشاريع الطموحة للدول العالمية لو جئنا على المستوى الخليجي بدأ فيه الآن توجهات فيه تحولات في وضع الاستراتيجيات نحو الطاقة المتجددة يعني على كذا دكتور يعني لاحظ فعلا ما شاء الله تبارك الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعكس هي يعني استبقت عصرها واستبقت العديد أيضا من الدول العالمية والمتقدمة في هذا المجال وذلك يعني من خلال يعني استقراءها للمستقبل ويعني طبعا وجود يعني مدن يعني هي عملت على إيجادها منذ سنوات نعم المدن اللي هي المدن المستدامة والمدن الخضراء الذي راح نعوفها نحن قريبين جدا الآن من 2020 إكسبو 2020 وباتكون فيها أول مدينة مستدامة تعمل بطاقة كاملة بالطاقة المتجددة سواء كانت الطاقة الشمسية أو الطاقة الحيوية أو الطاقة الرياح ودي أقول الشيء أنه نحن نفتخر في دولة الإمارات على مستوى العالم كله أن أول طائرة طارت في العالم بدون قطرة يعني وقود حفوري بدأت رحلتها من أبوظبي من مصدر ولفت العالم قطعت أربعين ألف كيلومتر ورجعت مرة ثاني لأبوظبي وهذه كانت في 2016 في يونيو 2016 وهذه كانت صدع عالمي أول طائرة في العالم التي كانت تحت التجارب سمنها السولر بلس كانت بخر لنا طبعا دولة الإمارات الآن تستبق الأحداث تستبق الدول ودائما يعني مقولة سيدي صاحب السم الشيخ محمد بن راشد حفظه الله بأننا نحن نريد أن نكون دائما في المقام الأول وفي الصفة الأول ونوصل إلى العالمية وفعلا دولة الإمارات ليس قول فعل يعني أحددها في كثير من المشاريع العالمية هذا التجمع والعرس الذي سميته أن العرس العالمي التي تواجد في الفترة الأخيرة في أبوظبي كان عبارة عن رسالة للعالمية أنه يجب أن دول العالم الآن تنحى أو تغير من استراتيجيتها نحو التطلع للوقود المستقبل أو الوقود المستدام والطاقة المستدامة وهي الطاقة المتجددة فدولة الإمارات بدأت الآن بمشاريع يعني كبيرة جدا مثل ما قلنا طموحة لأن توصل ما صرح سيدي صاحب السم الشيخ محمد بن راشد أن تكون 5000 ميجا وات هذه طموحة في محمية المحمية الجديدة التي أعلنوا عنها وبتكون فيها طبعاً التي هي شمس واحد ستصل إلى 500 ميجا وات وشمس اثنين ستكون أكثر من 500 إلى 700 ميجا وات هذه الميجا وات كلها من الطاقة الشمسية راح تدخل في القريد أو في الشبكة لتوليد الكهرباء الفكرة هي الفكرة أن الله سبحانه وتعالى حبانا بهذا المصدر الطبيعي حبى الإنسان فيها لماذا الإنسان لا يستفيد منه؟ كما نعرف أختي الكريمة والمشاهدين أن الوقود الأحفوري سوف ينضب لا محالة 20-30 سنة سينضب النفط ويكون الاحتماد العالمي كله على الطاقة النظيفة أو الطاقة المتقددة ومستدامة لأننا دائما نستذكر مقولة سيدي سوو الشيخ محمد النزيل عندما قال سوف نحتفل جميعا عند تصدير آخر برميل بترول دكتار خليك معي مشاهدين الكرام سنستكمل الحوار مع دكتار علي العمودي وعن مستقبل الطاقة المستدامة ولكن دعونا نذهب لهذا الفاصل القصير وبعده نتعبعه إذن مشاهدين طبعا نكيد عند لقاء دائما الأشخاص المثقفين والحديث عن أمور مستقبلية وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة ومستقبل دول الخليج العربي أكيد دائما أنا أكون سعيدة باستضافة ضيوف مثل أكيد دكتار اليوم موجود معي في برنامج الخليج إذن مشاهدين كنا نتكلمون قبل الفاصل عن الحلول التي طبعا دعمها معرض أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا المعرض الذي طبعا شهد توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية فضلا عن طبعا الإعلان عن مشاريع كبيرة في مجال استدامة الطاقة هلو مسهلة دكتور الله يحييك من جديد في برنامج الخليج في أسبوع دكتور كنا نتكلم عن اتفاقيات عديدة تم توقيعها في هذا الأسبوع بداية قبل أن نتكلم عن الاتفاقيات خلنا نتكلم عن أبرز المحاور التي تم نقاشها نعم كانت أبرز المحاور هي التطبيقات التي خرجت فيها اجتماع الثامن للوكالة الدولية هذه كان أهم محاور وهي الإجمع على أن دول العالم تسعى وتنحى المنحة التي قامت في دولة الإمارات وهي زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المستدامة والحكمة وضع الشريعات والقوانين المفعلة للتوقف وتغيير استراتيجية الدول نحو الطاقة المستدامة والطاقة البديلة من أهم المحاور الأخرى الاعتماد على النفايات وتدويرها ووضحها في المجال العايد الاقتصادي للاستفادة من النفايات تدوير النفايات الآن صباحات الآن هذه مكسب اقتصادي كبير يعني كثير من دول العالم بدأت تستغل كل قزء من النفايات إلى مورد اقتصادي يستفاد منه من خلال تدويرها وكان معرض أبوظبي الاستدامة حظى بالإيكوويست كانت حقيقة كثير من الإبداعات والابتكارات موجودة في المعرض الذي قاموا بزيادة المعرض وجدوا أن مركز ونقه لهم تحية حقيقة مركز تدوير أبوظبي والمركز الأخرى أفكار جميلة جدا سواء كانوا النشئ للأطفال والكبار استفادة من كل شيء بعد تدويرها ويستخدامها استخدام أمثل فهذه الأشياء من ضمن الأشياء من ضمن الأشياء اتفاقية كثيرة بين الشركات العالمية أنا حضرت أكثر من 15 إلى 20 اتفاقية عالمية يعني أعتقد سقف الرأس مال الاتفاقيات يتجاوز المليار الدولار بالنسبة لاتفاقيات أبرز هذه الاتفاقيات دكتور أيوة الاتفاقيات هي بنسبة التي تعنى بالتقنيات التكنولوجيا التكنولوجيا المفعالة في مقال استخدام الطاقة البديلة سواء كانت الطاقة الشمسية سولر أو الطاقة الرياح أو الطاقة الحرارية أو ما يسمى بالبايوفيولز الطاقة الحيوية كل هذه أنواع البدائل التقنيات المستقبلية اتفاقية بين الشركات لوضع أفضل الابتكارات وأفضل التقنيات التي تعطي حلول قيدة أو حلول في مقال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وهو الآن المنحة التي تنحى كثير من الدول بمعظم الشركات العالمية كانت فرصة تواجدها مع مؤسسات حكومية شركات حكومية في الإمارات في دول الخليج العربي كثير من دول الخليج مثل المملكة العربية والسعودية شاركت بوفد كبير جدا وكانت دولة الكويت وغيرها من الدول الخليج بفرصة وجود هذه الكم الهائل أو المنظومة المتكاملة من الشركات العالمية متواجدة تحت سقف واحد في أسبوع عبوظة بالاستدامة فحقيقة معظم الاتفاقية كانت اتفاقية في مجال تطوير تقنيات المستدامة والاستفادة من الطاقة المتجددة لأجيال المستقبل نعم، هل نستطيع أن نقول اليوم أن الدول الخليجية أصبحت لها الأرضية والبيئة المنافسة والمناسبة لتنمية البيئة المستدامة؟ كلا بك صحيح، أنا أتصبر أنه الآن دول الخليج وضعت الصرح الصرح السليم والمؤسس بمنهقية تقوم على تشريعات والقوانين وتشجيع الإبتكار وتشجيع التنوع من أجل إيجاد حلول لمعظم المشاكل التي يعاني منها أو تعاني منها مجتمعاتنا على سبيل المثال عندما نخرج من منطلق الحفاظ على الموارد الطبيعية سواء كانت موارد مياه، كانت طاقة عندنا، كانت معنا مواد النفايات وجدت لها حلول، فدول الخليج وضعت هذا الصرح ومن خلال الصرح هذا الذي يعنى بشراكة وهذا كان أهم شيء الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتعزيز تطوير هذه التقنيات نحو البلوغ إلى الأهداف التي نحن ذكرناها أهداف الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة خطوة من دول الخليج حقيقة سباقة نقدر نقول والإمارة تبدأ في هذا المنح نعم، دكتور وعلى عجالة سؤالي الأخير كان بتحديد عن كلمة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد التي كانت خلال افتتاح أعمال أسبوع بوظبي السدامة ما قال سموه أنه لا يمكن مناقشة المستقبل بمعزل عن ضمان دور فاعل للشباب والاستثمار في تنمية طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية لفتا أيضا إلى تركيز أسبوع أبو ظبي للإستدامة العام الجاري على الشباب والذي يؤكد الثقة والإيمان بدورهم حدثنا عن هذه الجزئية دكتور الحقيقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حبظه الله عندما قال إن لو احتفلنا بتصدير آخر نفط بعد خمسين سنة فنحن لن نخسر شيء ولكن كسبنا من طاقات استثمرنا في الشباب واستثمرنا في العقول التي هي تبني هذا المستقبل فالاعتماد على الشباب هو قلب الاستدامة لأن الاستدامة هي تعنى بحفظ مواردك الطبيعية لأجيال المستقبل الاعتماد على الشباب هو الأساد لأنها هي القيادات هما الذين يقودون العالم الاثمان بالشباب من ناحية تشجيعهم على الابتكار وعلى تطوير التقنيات التكنولوجية والدخول في التحول التقني والتكنولوجي في مجال الاستفادة الاستفادة من كل وسائل المواردة الطبيعية القيادة عندنا حقيقة قيادة دولة الإمارات حفظهم الله شيوخنا رؤيتهم دائما تستشراف المستقبل فاستشراف المستقبل يأتي من صرح قوي أسسه المقفل وفي ذلك الشيخ زايد عندما بنى الإنسان وقدرات الإنسان على البلوغ للأهداف نفسها نعم أنا أكيد سعيد اليوم بوجودك في برنامج الخليج في أسبوع وأشكر كل الشكر الدكتور علي العمودي مستشار في التنمية المستدامة شكرا جزيلا لك شاهدنا فاصل أخير بعده نتابع أخير ملفات الخليج في أسبوع موسيقى 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 أحيكم الله مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع مشاهدين تويج نادي جزيرة الإمارات بطلا لكأس السوبر الذي يحمل هذا العام لقب كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخي على حساب نادي جزيرة تمكن الوحدة من تحقيق الفوز على جزيرة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بنياس مشاهدين والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن دبي الكاتب والصحفي رياضي سامي إمام هلو مسهلة كابتن سامي الله يحييك في برنامج الخليج أبتا كابتن حدثنا عن نتيجة المباراة وفوز نادي الوحدة برأيك ما هي العناصر التي أدت إلى فوزه وما العناصر التي أدت إلى خسارة جزيرة لهذه الوطولة مساء الخير والسرور أعتقد أن ما رجح كابتن هذه الوحدة هو اللعب بتركيز تام بدون ارتكاب أخطاء الوحدة هو بطل كأس رئيس الدولة هو منافس على لقب الدوري وهو أيضا يطمح بهذه الكأس للمرة الثالثة في تاريخه أما الجزيرة فافتقد إلى عنصرين مهمين العنصر الأول التركيز شاهدنا هناك الكثير من الأخطاء يرتكبها على مستوى الدفاع وأيضا المستوى الحارس عليك صيف لم يكن في قمة أدائه ارتكب خطأ في الهدف الأول تزيده من بعيد لم يحسن التعامل معها وأيضا الهدف الثاني ركلت جزاء احتسبه فده خطأ أين في رأيه؟ يتحمل مسؤوليتهم الحارس عليك صيف وهو حارس كبير وكبير جدا لكن لم يكن فيه يومه الشيء الثاني هي التركيز في خط الهجوم لم نشاهد الانسجام أو التفاعل بين رومارينيو وعلي مبخوت كان إلى حد كبير هناك عزلة بين اللعبين دفاع الوحدة أجاد التعامل معهما ولم يترك مساحة لهما للتحرك وبناء الهجمات بشكل جيد إذن ما امتلكه الوحدة افتقده الجزيرة الانسجام التركيز التام وبكل تأكيد هو المستوى المحترفين أيضا باتنا تيقالي سدد الأولى وباتنا تابعها والهدف الثاني مركلة جزاء أيضا سجل محترف إذن المحترفين الثلاثة في نادي الوحدة كانوا في جازية جيدة وسجلوا هدفين الهدفي الفوز نعم طبعا أكيد سواء كان الوحدة والجزيرة دائما هم أكيد ناديين متميزين أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع إذن ومن دبي الكاتب والصحفي الرياضي سامي إمام شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع دائما تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي مواضيع حابين نحن نطرحها في برنامج الخليج في أسبوع هذه المواضيع التي نحب أن نطرحها وهي مواضيع خليجية من كل دول الخليج العربي واصلوا معنا على موقع البرنامج وعلى موقع تلفزيون الآن انتظرونا الأحد القادم مع مواضيع خليجية جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة